اليوم سأقوم بعمل الميني بيتزا الحجم الصغير طبعاً عجينة واحدة تعمل ما أنا أريد كله ماذا هو الموضوع؟ لو أريد أن أقوم بعملها على إيدي أريد أن أقوم بعملها في العجانة وعندي متوفرة أيضاً ماشي ما قديرك يا سيدي؟ في البلد من غربة من أول مية وخمسين وثلاثين واربعين كوباية الدقيق قدامها نصف كوباية مية يعني خمس كوباية دقيق قدامهم كوبايتين ونصف مية اللي يقول لك المية بتتوزن قوله لا والله هي بالملة مش بالجرام عشان بس ما تلغبطنيش معاك فأنا هجيب كوباية الدقيق دي قدامها نصف كوباية المية دي وعندي كمان حبة سكر وحبة ملح هذه حبة السكر اللي هو نصف معلقة سكر وقدامهم نصف معلقة ملح ركز معي هذه نصف معلقة الملح وعندي معلقة خميرة بودر يبقى إيه؟ نصف معلقة سكر نصف معلقة ملح ومعلقة خميرة بودر وعندي كمان معلقة زيت زتون ثلاث معلقة زيت زتون هذه واحدة اثنين ثلاثة ترى المنظر عمل كيف فهش ايفتكاسة خالص وهاجي هروح مقلب الخميرة بالسكر بالملح بالزيت الزتون بالمية المية دي سقعة عادة جداً أشتغل بها دلوقتي لو حابب أحط عندي في العجينة مية دافية ماشي بس هتبقى محتاجة تقعد شوية وممكن تبات معي لديك مشاكل خالص أما دي تطلع معي دلوقتي برضو ما فيهش اي مشكلة بس طبعا لازم اريح شوية العجينة عشان تقعد معي مظبوطة اهو شوف الكلام مفيش ايفتكاسة تعال نجيب بسم الله الرحمن الرحيم ايدي العجينة بتاعتي انت اللي عندي بكمية الدقيق بتاعتي اوطي ايدي عشان ما اعفرش على الدنيا اهو فيه ناس تحب تحط جوة لبن بودر هارجع تاني هروح اقافل كده عناية الاثنين يا سلام تتقمرين امر انا اتجاه باشا كده 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 كويس بسم الله بس انا هبقى جاي كده برضو ماشي اديني مساحة برضو هابدقى اشغل اول الدقيق طبعا الدقيق لازم يتنخل شوية الاول تمام لحد كده ولا شغال كده بقلب الدقيق شوية لو امكن اضرب تقلبتين حلوين كده شوف تاني اقلب كويس وفعل الخميرة مع الزتون مع الميا مع الملح مع السكر مع بعضه كده اهو كده 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 ماشي والديق عن زعوتهم شايفين بسم الله الرحمن الرحيم وانزلوا واحدة واحدة اهو وممكن اسرع سينة كمان المكنة عشان تلمحكت كلها اهو من البعضيها مخرزة قوي ركز معي باللي جاي ومحطش الميا بتاعتي كلها دايما مرة واحدة بسيب عندي السيكة اساقسق بيها لو حبيت مص العجينة في العجينة تعمل ازاي اهو اهو اشايف ونديها سنة كمان نرم كل الجوانب بتاعتي اهو بلع التلم مع عين معانا باشا كود كمان السنة نضيها السنة كمان طبعا الكمية صغيرة في العجانة ولكن العجانة أكبر بردو لازما نبقى فيه محرككم واحدة واحدة مثلا أنا عايز بيصمم بس لخنص العجان مع حضرتكم قبل ما انتلع الفصل يبقى كل حاجة باينة بسمها بتخد العجانة نعم موسيقى بس لعركة دي بس خل الكلام موسيقى 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 كيف تنظر العجانة جوا عملت ازاي أهم حاجة يبقى دي كده احنا ماشيين ان شاء الله في السكة المزبوطة اه حتى نريد اطرقها وديها زيت زيتون تاني مش الطبيعي انا اطلاقها لا انا وديها سنة زيتون أريد ان تقريبا عيز تبقى معي كده أنا أشغالها اليوم في الصوص معي شويتها بالزعتر والتوم حشيتها بالتوم كذلك شايف المنظر بصت قشر ازاي اهو دي خلفت خلاص توم عندي بصت عامل ازاي التوم شوف معانا يا باشا والزعتر انساء خلاص واللي جوه ده اللي هحطه عندي جوه الصوص اهو شايفين التوم عامل ازاي اهو تمام يلا بينا شكرا 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 منظر العجينة عامل ازاي باشا بسم الله الرحمن الرحيم شوف اهو اهو ايدي العجينة شوف انا بقى عايزة تديها النهاردة سنت زيت ديتون شوف 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 اهو شوف اهو شوف الكلام بقى عامل ازاي معاي شوف اهو اهو حتة العجينة دي رحطها عندي في البولة كده اهو ورح عامل كده ورح عامل كده ورح عامل كده وصيب عندي مغطيها بستريتش وتريح ربعاية هطلع فاصل بعد الفاصل نواصل فضل اهو البيتزا عملنا البيتزا ودخلناها التلاجة تريح شوية نيجي نشتغل بقى دلوقتي ونشوف اخبارها ايه نلبس الكلافز بتاعنا لطيف ونشوف ايه الحكام طبعا السوس ممكن نعمله بالمرة دلوقتي تأقل من ثلاثة اربعة دقيقة بالمرة عشان نقفل البيتزا بيه برضو ادي حلة سخنة طماطم المشوية فاكرنها هي والتوم ماشي اهو نبسع دي كده شوية ناخد من النار الاعلى دي عشان دي واطية شوية اهو حابين نحط معاها توق بصل مع عنديش مشاكل لو حابب نحط بصداية في النص برضو مع الطوم المشوي وانا بشويها ما عمديش مشاكل حد المشيها كده برضو عادي تمشي مع علاقة لطيفة كده اهو اهو هاسيب عندي طماطميتين اهو حط عليهم كاميرا طماطميتين دول هايتدالو في الخلاف الاخر اهو بس دي بيضة شوية طماطمية بيضة غريبة اوي بس ماشي اهو والزعتر سيبهم شوية مع حبة زيت زتون نايف نايف مش عايزة خلولهم مشويين اوي او متشوحين انا كده 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 شاوي وكل حاجة اهو ملح ملح سوس بيتزا سريع بس النهاردة معمول بطماطم ماشوية حبة فلفل اسود ماشي و هاسيبهم عندي شوية كده يبدأوا يسخنوا و هاحم ديوب عندي حبة صلص الطماطم او عصير طماطم فراش و هاسيبهم مع نفسهم خمسة و هنظامهم في الخلاط هنشوف شوية اخبارها ايه نجيب بقى العجينة و نشوف اخبارها ايه و اللي ممكن نعمله النهاردة يكون زيادة او مختلف عن كل المرات هنجيب العجينة بعد ما سبناها ربع ساعة تلتة ساعة تريح في التلاجة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم كده هون هنجيب ان نحط عندنا في قلب الرخامة او عن الرخامة زيت زيتون و نشتغل كده ماشي هنجيبين دقيق برضو ماشي اهو كده هون هنجيب عندي كوباية كوباية و نشوف حط العجينة عملة ازاي بعد ما ريحت بسم الله الرحمن الرحيم شوف هطلع منها كده حتى مثلا كده ده ممكن اعمل بها باتساعة و ليه كمان ممكن اعمل بها باتساعة و ليه كمان ممكن اعمل بها باتساعة همشي كده هون و اقوم الى عجينتي و هجيب عندي امردانة اللي هي بتعمل الفرد و افرد كويس كده هون شوف ماشي ماشي و قادة كوباية و هنجيب كده و هنجيب كده و هنجيب كده ثاني و هنجيب كده حاجات خفيفة اي حد يخش البيت اعملها ولا اي حاجة ثاني هنجيب كده ايدي بيه اهو ثاني اجمعها كويس اخلي عجينة لكلات لقمسكة بعضيها اهو لو حب اوظفها ثاني بالمره ابرها لكم اهو شايف؟ ممكن امشيها كده احطها عندي كده تمشي طيب عندي صناية في الفورن انا بس اوص على سوس البيت زي ده عشان مهم ان انا مش هنفع احط البيت زي مغير سوس هو كده اذا معلكم شايفين خلاص خلاص هنجيب عندنا نحية تاني عشان درموا في الخلط تأقل من دقيقة حالا حالا خلطت هناك نحية تاني يا ام ايمان صباح الفل يا ماما صدق حضرتك اهلا وسهلا بك يا ماما اخبارك ايه انا على فكرة يعني عندي 2 و 60 سنة و ام كبيرة ربنا يديك الصحة يا ماما و يا كريمي ربنا يخليك و انا برتي ربنا يسترق دنيا و اخر ربنا يخليك يا ماما بشكرك و يبارك فيك و يبارك في صحتك الله يخليك يا ماما انا كل يوم والله العظيم بأتفرق عليك و كل يوم عايزة بحاول اتصل بك لكي انا حديتك من كل ألب ربنا يخليك يا ماما ده انا ابني والله انا عظيم ثلاثة انا مريجة قلب و ضخ الله يخديك و حديها على الفدري و الحمد لله و سترت اخر بينك و الفضل من ربنا و حضرتك ربنا يا رب يحفظها لك يا رب و تفرحي بيها يا رب يا رب يخليك و انا كل حبايبك يا رب ان انا جوزتها الحمد لله و حامل هي للوقت ما شاء الله ربنا يخليها لك يا رب و البركة في حضرتك البركة في ربنا و دعوتك يا ماما يا رب والله العظيم بأجيلك ان انت سترتها معنا دنيا و اخر ربنا اللي بيسطرها يا ماما و يخليها لك و يسطرها معاك دنيا و اخر ربنا يخليك يا ماما تسلمي و تعيشي يخليك يا رب اسلامي يخليك يا إبن يخليك يا إبن ربنا يخليك يا إبن والله العظيم أنا من بقليك أكثر من شهارين بحاول إن أنا أتصل بحضرتك أنا ضحت أمرك في أي وقت أنا موجود كل يوم معك و يا ماما هو الله يعني أطارك والله العظيم أنه لك أول مرة تجمع معايا يا حبيب ربنا يديك الصحة وبشكرك والله ربنا يخليك اسلامي اسلامي وتعيشي ربنا أحافظك عليها ويخليها لي كرم شكرا جدا لي مش بحتاجين يا برايب يعني أنا بمشكرك شكرا طيب أبص بص على الفراخ شغالة أبص يا أستاذ جنا بتتشوي مع نفسها كده دي بتاعت السوس الأبيض اللي هنفز مع المشروب وهقفل المكرونة في الأواخر طيب لأن الأطفال يتحبها كلها وقادي يجبنا عندي نحاس بس دخل البيتزا في الفرن وبقى كنا نكمل نحن عندي صاج في الفرن صاج الفرن شكرا صاج الفرن لا يوجد أي افتكاسة خالص سخنا قليلا سأعتبر أننا بعمل فرن لبيتزا في المطعم أو في أي حد ماشي ويه أعمل كده شو مالك بيتزا خش أعمالها دلوقتي وهتلاقي الموضوع زي ما أخوكم بيقول لكم يا عجينة هادي العجينة هابدو أرصها كده اهو اهو حالا حالا كده اهو اهو هانم صباح الفل يا فنم كيف حضرتك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك يا فنم كيف حضرتك فضل وعدل يا فنم كل بخير احنا طبعا من أحب حضرتك جدا وكل وصفاتك ودايما من فرج عليك اتشرف اتشرف يا فنم والله ربنا يجليك سلام وتعيشي يا رب وكنت من أور ابلحت البرنامج جدا ربنا يجليك يا فنم تعيشي اهو عجبك البرنامج البرح وقال لا قابل اي كلام عجبكو تمام جدا جدا وانا اقول حضرتك انك لازم تتجه من التمثيل تمثيل لا لا تمثيل حضرتك عندك كارزمة عالية ربنا يجليك يا فنم منذوقك لا بجد حقيقي المهم كان الحلقة لطيفة جدا بس ده اهم شيء عندنا انت قطب نوره وامير كرارة طبعا حاجة معروفة ده النجم الكبير امير كرارة ده جميل يعني اتشرفت بجد مبارح بحضوري معاه طبعا ويا رب تكون الحلقة عجبت حضراتكم يعني جدا والله يحركوا تمناور فيها ومناور في كل وقت مشكوري يا فنم كل جزوء اه اه انا سؤالي لحضرتك انما لما باجي اقسري النجس اه اه لما باجي افتحها طبعا من برا من جوه بتبقى بيضة جدا اه لما بحاول ان انا اعملها في البيت منولات دائما بتبقى غمقه فمش دائما بجيبها من برا وبعمل طبعا الغلاف بتاع الكريس دي المعروف اه فبتبقى حلو وطعمها انكاته حلوة بس دائما مش بتبقى غمقه تبقى غمقه من برا لا من جوه طيب وما بتعملها ازاي ممكن اه بجيب الخريخ البانيه وبطحنها في الكبه تمام معها بصلة صغيرة وثوابل بتاعتها تمام وبعد كده ممكن احطها مثلا معلقة نيخة او دقيق او بقسمات نيشا او دي جوه العجين جوه العجين اه ليه بقى علشان بتمسك يعني بحس ان هي ما بتمسكش لما جيه مثلا افاكلها اه تحس ان هي سايبة منك بالزبط كده وبقى ليها وبتبقى حلوة جدا في الطعم لكن مش بتبقى بنفس جودة برا طيب خلينا عملها وحالك قريب جدا انا هبديها الناجتس في النص هقولي بقى عملها السايق يعني الحاجات السريعة دي يعني طلبها من حضرتك بحس ان من المدارس افضل واوخر من الجبن ومن الحاجة تبقى مفيدة جدا والميني بيتس دي كمان هتعجبت جدا برضو خدي بالي او لا سهلة و بسيطة جدا سهلة و بسيطة جدا لما تعلم اعمل حضرتك وبعملها جميلة جدا بالهنة والشفة يا فادي لكن انا بطل من حضرتك الفترة الجاية نفسنا بتعمل لنا الناجتس حاجات مثلا ما تبقى مكلفة وفي نفس الوقت تبقى بكميات من المدارس يعني افضر من الجبن ومن حاجاتي عناية الاتنين حاضر حاضر بس انا اقولك انا معروب صورة المزقفلي اتفضل ممكن تدي في قلب الناجتس وانت بتفرومي في الفارما بتاعتك ممكن تحطي لها وجربي وقولي لي يعني ابيض بيض ابيض بيض ابيض بيض مش هتسودي منك لان مش تاخد وقت في التسوية زائد متزوديش بصغر كتير في الناجتس يعني خلي الفراخ المفرومة تكون جزء منها صدور وراكل اتنين مع بعض زي ما اتفقنا وفي الاخر حريك بتحطي العجينة بتاعتك كلها والخلطة تكلها معها الملح معها الفلفل معها كل حاجة انت نفسك فيها و ابيض بيض او لما تدخليها الفرن عفوا انت نزلها الزيت تتطلع تعوم بسرعة تستوي بسرعة اني انا اهاي ما بتحطي فعلا متواف فهدفر معاك كتير جدا انا برد ان شاء الله اقرب وقت عاملها لكم حاضر اي قدمات تانية نوامرك امر صباح العسل شكرا لزوئك كما رأيكم شايفين انا اضطت جبنة الاول خضار سلامي لو حبيت اي حاجة نفسينا فيها وبحط جبنة تاني على الوش كده اهو وبقفل حاجة كلها اي حاجة نفسي فيها ازودها برحتنا وبعد كده بابدأ خلاص كما رأيكم شايفين اخر واحدة بالمرة اضطت الجبن دي كمان اهو سوس طماطل ما بزودتش بحروف كتير ولكن بعمل حركة كده يا رب تعجبكم باجي على العجينة وارح مدي فرشة زيت زيتون شايفين اهو ليه عشان ما دي نشافش مني وتطلع معي مقرمشة وبرده وليها طعم كويس اهو اهو طريقة سهلة جديدة افندم هتلاعك بس ندخل دي الاول نوري بس الناس كل حاجة ونعمل كده اهو اهو فرشة زيت وكممكن احط الفرش دي وانا طالع برده امروكوا طريقة النهاردة جديدة شوية ومختلفة اهو كده دي هتروح عامل ايه بقى كده واخد الصينية اللطيفة دي كده اهو بسم الله مرحي وراح بيها على الفرن وهارجح هوريكم حاجة قبل مطلع الفاصر مرحي وانا بس عفرة لالتاعة دي تبقى التامل هاخد مثلا حتة بيتزا زيديك الي هون مثلا مدهيه انا زيت شايف الكلام؟ وبعاها كمان حبة ملح خرز مش شرط يكون كله بقى فيه صلصة وفيه حركات اهو الحاجة كمان لو عندي حبة اهو عشاب هجيبهم حانا دلوقتي ده بقى حادكم حانا اهو عشاب زعتر روزماري اي حاجة تبقى ليها طعم كويس قوي معاها اهو هذا ليس شرط أن يكون بيتزا لقد تطلع لقمة جيدة جيدة مع عشورة بقى مش عارف ايه من غير اي حاجة خالص هدخلها برد الفورن هنطلع فاصل جدا بعد الفاصل نوضع في النادي اهو سيبها كده ثانية ونرجع قالك اجي ونطلع لها عم نروح النادي صوص سريع جدا أقل من دقتين انت فكرني بس إيها واحدة نطلع على البيتزا ونجي نعمل الصوص دلوقتي فأقل من دقتين بإذن الله بصريتي المفرومة الحلوة ويا السلام لو حبيت أعلي التست وديها من عندي فاصل طوم مع بصرية اللطيفة ده صوص سريع جدا أبيض سادة حابين نحط عليه مشروم ماشي الكلام مش حابين برضو ماشي الكلام انا كل يوم بقول لي زمايلي في الكنترول فاضل قدي وقت عشان نختم هم غنيبين بينسوا ان انا عايز اعرف محبوا فاجئوني قولي ايه دقيقتين ونختم فهنقولولي حبة المشروم بدوعي يعني ايه قال لك النهاردة مختلفة انا مش عب كده فيك طبعا اكيد لا طبعا يا أستاذ وقدمنا دقيقتين ونختب طب يا جماعة بتسوحوني بيه طيب حبة المشروم بدوعي زبدة اللطيفة ومعلقة دقيق ونحطنا الزبدة تعالوا ربط الصوص اللي دايما بيه مشكلة اه معلقة الدقيق نزلت معي وهنزل عندي بصو اللي جاي مكعب مرأة بحطه عندي او مكعب مرأة وكأنه تدبيلة تشوف معلقة الزبدة بتاعتي قدام معلقة الدقيق اللي حطناها بقلقهم مع بعض راكز كده باللي جاي اهو الزبدة تسيح واللي في الفورن يطلع البيتزا او عجلت البيتزا دي اللي احنا عملناها على رقم الاول وقادي عندي البيتزايا الاخيرة تاخدها بس ايه اخر اللون نشوفها عاملة ازاي نرجع تاني للصوص نقلب الزبدة بالدقيق كده اهو تمام هنحط معها قوة الفراخ ولكن عندي حبة كريمة الباني ينزله دلوقتي بقى كده اهو على حبة الكريمة الباني هكوم جايب عندي لو متوفر بقق مرأة يا سلام هتفرق اه هتفرق كده هادي بقق المرأة هو عام المصري بس اخير ننزل هنا نخافف الكريمة ونقلب عشان اعمل صوص محترم نطلع البيتزا عشان متغمقش اكتر من كده يبقى عسل والحمد والله باشطن معي الله اكبر هادي البيتزا احب انا اعمل الحركة دي اول مطلع من البيتزا ورح ملمع العجينة بتاعت شايفينها ان انا دي تلمن شوية سنة الزيتون بص عمرة دي سنة الزيت اه احبها لمحها كمان كده اه شو بس وسبها كده سيك وليه كمان يعني لطيفة قوي بص منظر العجينة دي بص بص ان اصدق يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم بسخنة خدوا بلكوا بص العجينة بوش ودار ايه سخنة يا عم مازبت ايه رعيني شايفين جيتوا في اي مطعم قطاري كنين عارفينها شوف المنظر العجينة حاجة كده على مازاج بالهنة والشافة شكرا